بسم الله الرحمن الرحيم واصل الحديث عن خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي الخاصية الثانية التوازن برعاية المصلحة الاقتصادية للفرد والجماعة من خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي أنه وازن بين مصلحة الفرد فجعل له حرية التملك لكنها حرية مقيدة بالشرع وهذه الحرية في التملك تشبع رغباته ويمارس نشاطه بكل حرية واقتدار وتجعل له دافع في العمل وفي الحصول على المال وكذلك وازن بين مصلحة الفرد ووازن بين مصلحة الجماعة المتمثلة في الدولة فجعل للدولة حق التملك وهذا بخلاف النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي جعل الحرية المطلقة للفرد يمتلك كيفما شاء ومنع الحرية ومنع الملكية الجماعية إلا في ما ندر وإن كان بدأ بعد ذلك يتمرد على هذا النظام وبخلاف النظام الاقتصادي الاشتراكي الذي يحرم الفرد من التملك ويجعل الملك كله بيد الدولة وإنما الفرد هو كالآلة له من عمله الطعام والشراب والكساء والسكن فقط ولا يتملك وبهذا يعني يجعل الإنسان غير قادر على أن يتملك شيئا وبالتالي يمنعه من هذه الرغبة ومن هذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها في حبه للمال وحبه للتملك فالنظام الاقتصادي الإسلامي وازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة فأعطى كل منهما حرية التملك لكن بقيود وشروط النظام الاقتصادي الإسلامي عندما يحصل تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة فأول ما يبدأ أنه يحاول أنه يوفق بين هاتين المصلحتين فإن حصل التوفيق والتوازن فيعمل بهتين المصلحتين وإن حصل التعارض لا بد من تقديم أحدهم على الآخر فإن الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يبح حاضر لباد وأيضا نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لأن تلقي الركبان أي أنه يتلقى الركب القادم أو التجارة القادمة إلى السوق فيشتريها قبل أن تأتي إلى السوق بسعر منخفض ثم يأتي إلى السوق ويتحكم في السوق ويبيع بسعر مرتفع فهنا مصلحة الفرد والتاجر تعرضت مع مصلحة الناس ومنافع الناس فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان مع أن فيها مصلحة للفرد لكنها تضر بالجماعة وكذلك الحاضر بيع أهل البادي هو قادم إلى السوق وهذا الحاضر يكون له سمسار والحاضر حينما يكون له سمسار يرفع السير حتى يحصل على نسبة عالية وبالتالي يضر بالناس فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذن هذه هي الخاصية الثانية أن الاقتصاد الإسلامي وازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة المتمثلة في عامة الناس أو في الدولة الخاصية الثالثة من خصائص النظام الاقتصاد الإسلامي أنه وازن بين الجانب المادي والجانب الروحي عند الإنسان الإنسان له جانب جسدي مادي وله روح وكل من هذه الجانبين له حقوق والإسلام أعطى كل من هذه الجانبين ما يستحق من العناية ومن الرعاية فهو يدعو الإنسان إلى العمل والكسب والتملك لإشباح حاجاته الجسدية كما يدعوه في نفس الوقت إلى العمل لطلب الآخرة واللجوء إلى الله عز وجل لإشباح حاجاته الروحية قال الله عز وجل وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وهنا موازنة بين جانب السعي للآخرة والسعي للدنيا وأيضا قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وهذا أيضا دعوة إلى الصلاة وإلى المحافظة على الصلاة وإلى السعي إلى الصلاة فإذا انتهت الصلاة فيذهب إلى عمل الدنيا مما هو مباح فوازن بين مطالب الروح ومطالب الجسد ولذلك لا يعجب الإنسان حينما ينظر إلى من ملكوا المليارات ثم في نهاية المطاف طاقت بهم الدنيا فوجدوهم قد خنقوا أنفسهم أو انتحروا أو ألقوا أنفسهم من شاهق وذلك لأنهم لم يحصل لهم الموازنة بين جانب الجسد وجانب الروح وإذا غطى أحدهما على الآخر كان في ذلك خلل في الإنسان لا يستطيع أو لا يستطيع أن تستقيم مع الحياة المعتدلة السليمة التي أراد الله عز وجل من الخصائص كذلك أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي يعني يقوم بالأخلاق ويقترن بالأخلاق وهذا يولد في النفس البشرية المسلمة الشعور بالمسؤولية فيما ينتج وفيما يعمل وفيما يعطي الناس فيكون عنده الشعور بالمسؤولية أمام الله عز وجل فهو حينما يعمل لابد أنه يعمل بإخلاص وحينما ينتج لابد أن ينتج ما فيه نفع فلا ينتج ما فيه مضرة للمجتمع فلا يأتي بالمخدرات أو يجلب المسكرات أو يأتي بما يضر بالناس في دينهم ودنياهم لأنهم ينطلقوا من مبدأ أخلاقي أن الإسلام منع ما يضر بالناس لا ضرر ولا ضرار وكذلك لا يغش الناس ولا يفسد أحوالهم ولا يبيع أحدهم على بيع الآخر هذه كلها نهى عنها الإسلام لأن الاقتصاد في الإسلام اقتصاد أخلاقي ومبني على الأخلاق ولذلك قال صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق والأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة هذا الحديث قد يكون في صحته شيء لكن معناه يعني واضح والنصوص والقواعد الشرعية العامة تدعم هذا المعنى أن التاجر إذا أخلص وإذا صدق وإذا بره فإنه له منزلة عظيمة والعكس لو غشة وأنتج ما هو محرم أو تعامل بالحرام فأيضا عليه وزر عظيم لأنه يتحمل أوزر هؤلاء الناس والنصوص في هذا المجال كثيرة لا يتسع المجال لسردها فهذه الخصائص تجعل الاقتصاد الإسلامي يتميز على غيره من اقتصاديات العالم وتجعله يتبوأ المكانة العالية وحق له أن يكون كذلك لأن مصدره الوحي هذا والله أعلم وأحكم